السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والبنات مرحبا بكم كامل غالياتي اللي ادخلتوا القناتي نقول لكم نورتوني اهلا وسهلا بكم حبيباتي صلوا سلموا كامل على رسول الله نقول لكم اليوم لحيرة وشدير مع القهوة معليها غرب هاد الوصفة الرائعة لعندك حليب وعندك ماء وسكر وحبة على البيض واكيد الفارينة معليك غرب هاد الوصفة الرائعة تولم قهوة حليب بنينة سهلة في طريقة التحضير ونبدأوا بسم الله نبدأوا بسم الله في وصفتنا ما تنسوش الصلاة والسلام على رسول الله اكيد غالياتي ونبدأوا عندي كاس تاع حليب يكون دافي نص كاس تاع ماء يكون دافي نص كاس تاع السكر العادي وحبة على البيض هاد المكونات رايح ندير عليهم ملعقة كبيرة على خميرة القبز ونحرك مليح مليح لبنات ضروري تخلطوا حتى حبيبة الخميرة يذوبوا مليح لدخل السوائل عاكمش يعطوني نتيجة بالخف من بعد ونضغط مليح من بعد رايح نزيد نحط 4 كاس تاعزيد ونزيد ثانية تنخلط مليح هاكذا ونروح نجيب الفارينة نحط الكاس اللولاني نضيف ملعقة صغيرة مع ملح ملح وضع ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح زجت الكس الرابع وزجت الكس الخامس هنا اخذت لي خمسة كيسين تعفارينه وزجت نجيب الكس الخامس ونبدأ نحط قلت لكم هنا في المجموع اللي بنات اخذت لي خمسة كيسين نكمل نجمعها بنفس الطريقة وبعد نحيها نحطها على طاولة العمل ونخدمها غير شوية حاجة قليلة غير حوالي ثلاثين ثانية ولا ربعين ثانية بشين يندمجوا لي كامل المكونات ونتحصل على عجينة تكون ليس اذا شفتوا تلسق بزف بزف تقدروا لها شوية تعفارينه يعني خمسة كيسين مقادير مضبوطة دعوهم كيما اعطيتهم لكم نجمعت لي هنا نرجحها في الصحن اللي كانت فيه انا مدرت له لا زي تلاوالوا لا حبيتوا تدهنوا بشوية تعزيت تقدروا نغطيها هنا هكذا ونخليها تخمر لي حتى يضعف للحجم التاحة ضروري البنات لازم تطلع لي مليح حطوها في بلاسة دافية وخلوها وكنت ملفا نقولكم يعني اذا كان البرد بزف تقدروا تديروها في حاجة فيها ما دافي وتحطوها الداخل يعني هذا الصحن تحطوه لداخل مشي العجينة لبنات كيما ارى هذا الصحن جيبوا بسينة شوية كبيرة حطوا المادة فيه وحطوا الصحن لداخل هكا باش تدفلكم العجينة وتخمر بالخف هنا شفتوا يعني طلعت لي الله يبارك كي نحيها نسجمها فقط ما رانيش رايح نعود نعجنها ما نخسر لها شذيك الخميرة نحافظ على هذك الهوالي لداخل اللي عجينة نقطحها هنا حوالي عشرة قطع اي قطعتنا هنا على عشرة تأكدت برك كي حسبتهم ونجي باش نكورهم اذا شفتوا واحدة زايدة واحدة نقصة نزيد كيما شفتوا البنات هنا رايح ندلكم بريوش طريقة رائعة اقتصادي جيبنين بزف خفيف ونعطيكم السر باش يجيكم حمرة مليح من فوق ومتجيكمش بلاسة حمرة او بلاسة على العلا نبدأ بسم الله اكيد نبدأ بالخبزة اللولانية يعني اللي كنت ديجا حطيتها بجهترية هذيك هي اللي نبدأ بيها بديت بيهاها اليك نفتحها ما نرققها شب الزف حاجة قليلة برك اذا شفتوا العجينة تلسق عاونو نروحكم بشوية برك تحفارينة شفتوا اما تلسقش ما كله ونجينا ينضي له هذي الفتحات هذو فقط للتزيين تحبو تديرهم تحبو ما تديرهمش الأطرف دايما نضي لهم هكذا باش مبعد ما تجينيش الحبه مع وجه ونجي باش ندورها راحين بزفت سقسوني تقول للك نديروها بطريقة قبالة يعني مباشرة نديروها يعني طويلة ونحطوها في السني وانا اقول لكم لا لا هذا الطريقة اللي ندوروا بها البريوش هذي تعطينا نتيجة في الاخير نبعد تشوفوها نزيد البنت بنفس الطريقة دايما ندير هذوك الفتحات نحطط دايما هنا في الطرف ونجي باش ندورها هنا اللي بنت خلاص راح نحطها في سني ونغطيها خليها في بلاصة دافية حتى تطلع لي مليح شوفو تخمر اللي بنت هنا ما تخلوش حتى يخمر بزف حتى يقراس كتشوفو يعني الحبابانة بلي طلعت خليها في بلاصة دافية حتى تطلع لي مليح لا تزيدوا لوش على حده عندي هنا صفار تحبة بيض مع زوج ملاعق تاع حليب نحركهم مليح مع شوية على ظاني أكيد باش تقتلي هذه الريحة تاع صفار البيض ونجي ندهن من الفوق كيما قلت لكم اللي بنت ما تبالغوش في الخميرة خلوه يكمل الخميرة يعني في الفرن ندهنوا مليح والسر اللي بنت باش يجيكم محمرة مليح من الفوق انكم كيتشعلوا الفرن من التحت يسخون مليح حطوا السنيوة ضروري لازم تكون الكوشة سخونة مليح بعد نحطوها على نار متوسطة يتحمر لي من التحت كيتشعلوا لولبنات من الفوق هبطوا السنيوة شوية للتحت متلسقوهاش في النار الفوق بسكا حيتحمر لكم غير في الوسط ومنو من ما يتحمرش حبطوا السنيوة للتحت ما قبل الدرج ما قبل الاخير وخلوها رايحها تتحمر لكم من قاع النواحي درت هنا جلجلان للتزيين وانتو ما ديروا واش تحبوا ندخلها للفرن طيب ونرجع لكم هنا البنات شوفوا بعد ما طعب لي هذا كل بريوش شوفوا الله يبارك يعني تولي الحبة ما شاء الله شوفوا كتعبزوها خفيف 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 ريشة تقدروا تحشوها بالشوكولات كما تقدروا تطيبوها كرام باتيسيا احبت لكم حاجة اقتصادية حاجة بنينة وخفيفة اكيد بالكريمة يزيدي جيبنين بالشوكولات ثانية وانتو ما لكم الاختيار هنا زلت مسحت الوجه شوية تاع عسل كان عندي عسيلات تاع الحانوت العادية شوفوا كفشيجينية رائع كما قلت لكم متبرغوش في الخميرة وحتى تخرج لهم بعد الخميرة وما يجيكم الشباب كيتشوفوا بلي يعني نوعا ما طلع لكم البريوش وبان بلي طلع اششعلوا له الفرن وديروها طيب شوفوا كفشيجيني مورق الداخل شوفوا كفشيجيني كما راكم تشوفوا رائع صدقون يجي من اروع ما يكون قلت لكم اللي احبتوا تحشوه يزيدكم بنا على بنا شوفوا كفشيجي خفيف 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 ومحمر من اروع ما يكون وانا بنا تشوفوا كفشيجي رائع هذه هي غاليتي وصفتنا النهار اليوم نتمنى كامل تجربوها دارت لكم وصفة سهلة بسيطة نتمنى كامل اللي ادخلتوا القناتي ما تنسوش باش تحطوا جام لهادي الفيديو اكد اشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جاي غاليتي ما تنسوش باش تجربو الوصفة وتفرحوني بتعليقاتكم كما ملفين يلا نوضو كامل دروها القهوار ان يستنى في تعليقاتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته